المسألة هنا هل يمكن للحكومة العراقية الضبط حراسة مشددة على هؤلاء الموجودين في المخيمات حتى لا يتسربون قبل أن تقوم بإعادة تأهيلهم؟ هل للحكومة العراقية الاستعداد الكامل والإمكانية الكبيرة لإعادة غسل دماغ هؤلاء الأطفال والنساء ثم بعد ذلك تعيدهم إلى منازلهم؟ أنا اللي عرفت اليوم أنه صار ترحيب من قبل أهالي المنطقة بعودة هؤلاء الناس والعوائل من خيمة مولي لسيوليا وتخولهم وودوا لهم طبخ طبعا 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 يعني بمعنى ممكن أنه يصير تواصل مع أنه مستشارية الأمن الوطني مشددة على أنه ليسر تواصل بيناتهم في الوقت الحاضر لا خروجا ولا دخولا إحنا منه اللي يضمننا ما يتسربون هؤلاء أو قسم منهم يتسربون بطريقة أو بأخرى منه يعني هؤلاء العوائل لديهم أكيد رجال هو مو كل رجال هم ماتوا وهم قتلوا في الحرب لا بد أنه أباهم أخوتهم أعمامهم موجودين الآن منه ما يقول أنه تقوم بعمليات للهجوم على هذا المخيم وإخراج هذه العوائل ونوزع هذه القنابل الصغيرة الموقوتة في كل أنحاء البلد يعني بدل ما كانتنا مجموعة من الإرهابين خلفونا هؤلاء اللي مقتنعين بهذا الفكر والآن يتسربون من هذا المخيم طبعا أنا باعتقادي وحسب تحليلي للعمليات اللي تقوم بها داعش اليوم مباشر ما راح يسوون شيء أو ما راح ينقلون أي أحد من المخيمات راح ينتظرون إلى الوجبات كلها تجي بعملية واحدة راح يطلعون كلهم وينتشرون وبعدين القوات الأمنية الدور عليهم واحد اثنين تلقطهم تشوفهم لو ما تشوفهم على فكرة اليوم وصلت باصات أحد عشر حافلة لنقل الوجبة الثانية من عوائل الدواعش عفوا من مخيم الهول اللي تبلغ سبعة وتسعين عائلة ورح تصل خلال اليوم يومين القادمين أيضا إلى هذا المكان